موسيقى أهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة برنامج المشهد الرياضي حذر الاتحادان الدولي الفيفا والآسيوي لكرة القدم الاتحاد العراقي من عدم إقامة انتخاباته في الحادي والثلاثين من آيار مايو بفرض عقوبة التعليق الفوري حسب رسالة موجهة إلى الأخير وجاء في الرسالة التي حملت توقيعي أمين عمل فيفا ونظيره الآسيوي في حال عدم إقامة الانتخابات بحلول 31 من آيار مايو يتم تحويل القضية إلى جهات المختصة لاتخاذ إجراءات قد تتضمن تعليقا فوريا أو تجميد الاتحاد العراقي لفترة غير محددة وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الدكتور عبدالقادر زينال من ولاية ميشيغن حيث وصل دكتور عبدالقادر زينال إلى الولايات المتحدة وتحديداً ولاية ميشيغن صباح هذا اليوم وقد يخص قناة الماس بهذا اللقاء وسيكون معنا طوال فترة بقائه في ولاية ميشيغن وحصرياً على قناة الماس الفضائية ليواكبكم بأهم الأحداث الرياضية دكتور عبدالقادر يسعد مسائك مساء الخيرات وبداية أنا سعيد جداً لتواجدي في قناتكم الرائدة القناة اللي بدت تأخذ آفاق واسعة في شتى المجالات ومنها الجانب الرياضي فأكرر سعاتي وتواجدي بالقناة وإن شاء الله نكون خلال هذا الوقت نوفق في الإجابة على الأسئلة المعدة من قبلكم شكراً جزيلاً لحضرتك دكتور دكتور نبدأ الحديث أولاً عن تهديد الفيفا الاتحاد العراقي ما هي قصة هذا الحدث؟ الحقيقة هو هذا الحدث يعني صار حديث الشارع الرياضي لأهميته وبنفس الوقت شيء مؤسف ومؤلم أن تصل الرياضة وكرة القدم بالذاتي لهذا المستوى اللي ما وصل إلا بتاريخ كرة القدم بالعراق لسبب بسيط جداً إنه خلال شهر أو شهر نصر أجل انتخابات اتحاد كرة القدم وهذه مصارة عندنا سابقاً ولا حتى في الدول النامية يعني أيضاً مصارة هذه الحالة فأحنا كنا كناس معنين بالشأن الكروي يعني متألمين ومتأسفين إلى ما يجري في الرياضة العراقية وصورة خاصة كرة القدم التأجيل الأول كان المفروض انتخابات تصير بالشهر الواحد وأجلت لسبب ما وبعدها حددت بالشهر الرابع وأيضاً صار اللي صار من حيث التهديد والأمور صارت فطبيعي هو هذا حدد الاتحاد الدولي يعني أنا شخصياً من خلال مؤكبتي لفترة طويلة مع عمل اتحاد كرة القدم وعلاقتنا بالاتحاد الدولي والاتحاد القاري يعني أقول خلف الله على الاتحاد الدولي أنه الحم بالله ما سوان عقوبة على ضوء التأجيل الأخير اللي كان المفروض يسير بالشهر الرابع فيعني الاتحاد الدولي كان منصف وهي أول مرة حداماً يعني أنا شخصياً أنتقد الاتحاد الدولي ووجه اللوم إليه أقول أنه المفروض يساهم برفع الحضر وإلى خير لأما هذا الموقف اللي حالياً به يعني نطفت فرصة كبيرة وثمينة إنه حتى صير الانتخابات ولكن سؤالك في غاية الأهمية أنا سأشاهد أنه من حيث إذا ما صرت الانتخابات طبعاً هنانا هي الكارثة ويأسفني أن أقول يعني كثير من ناس يعني اللي يتابعون هذا الشيء يقول لك جزء الانتخابات ما تصير وهي طبعاً إذا ما صرت هذه الانتخابات اللي أأمل أن تكون مالها صحة هذه الأمور موجودة ولكن إذا لا سامح الله ما صرت هذه الانتخابات فلا ستكون كارثة كبيرة إلى كرة القدم العراقية يعني لأنه هذا القرار الأخير إذا ما صرت الانتخابات فما أعتقد لحيكون إلى كرة القدم العراقية أي أمل يعني عقوبات لحيكون رادعة جداً حرمان يمكن حتى على النطاق العربي والقاري والدولي وتكون عقوبات تكون رادعة إضافة لها اللي أهم من عنده هو نحن السمعة اللي كانت متع بها كرة القدم العراقية نعم من الأربعينات لحد الآن يعني كرة القدم بالعراق أخذت مجالات واسعة يعني نحن بستة واثمانية صعدنا كأس العالم وهذا يعتبر أكبر إنجاز للعراق على المستوى القاري حصلنا أكثر من بطولة بالنسبة للبطولة الآسيوية على مستوى الفريق الأول والشباب والآخري أما توصل أن هذه الحالة إلى هالمرحلة بحيث أن الشارع الرياضي بدأ يفقد الثقة يقول لك جزء الانتخابات مصير هنا أنا شخصياً أوجه يعني مباشرة إلى الجان بين المهمين اللي المفروض هم يكونوا مسؤولين عن الرياضة اللي هي أولاً وزارة الشباب وثانياً لجنة الأولمبية وطبعاً أنا كررتها بكل رباطة جيش وثقة أنتقدهم انتقاد مباشر مننا أنه موقفهم كان موقف يعني لازمين العصب من الوسط وهذا حالة مو صحيحة يعني ما يجوز انتخابات تؤجل بشار الواحد وبعدين بالرابع ونشوف بس مجرد أقوال وماكوا فعل مفروضات الشباب اللي جنة الأولمبية تلعبوا داخل الدور الأساسي أما هناك كثير من المعنين أو المتابعين بشأن الكروي ما احترام لهم دائماً يكررون أنه إذا الاتحاد إذا الدولة دخلت بشأن الاتحاد الوطني يصير عقوبات من قبل اتحاد دولي نحن ما نريد الدولة تعلن صراحة تقول احنا نريد واحد اثنين ثلاثة بس رضينا عم أبينا الاتحادات هي مرتبطة باللجنة الأولمبية واللجنة الأولمبية أكثر وأغلب مواردها هي دعم من الدولة هذا الشيء من تيمين عنده بس كيف التصرف اللي يصير هنانا السؤال الوقت جداً مو بصالحنا فلازم يعني ياخذون الاحتياطات اللي موجودة على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الشباب واللجنة الأولمبية أن تكون تخلي كافة البدال حتى تتم هذه العملية اللي أصبحت بالنسبة لنا أقولها وبقلب يعني يعني مؤلم نعم اللي صار هسه عندنا بالعراق يعني أو اللي داي يصير اللي يخلينا دائماً في موقف صعب سواء من قبل أشقانة العرب أو أصدقائنا في أوروبا اللي عندنا لحدنا العلاقات يوم يسألونه شنو داي يصير بالعراق فهنا طبعاً أكو مسألة أهم من أداء بعد نعم أخاطب الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم الهيئة العامة هي أعلى جهة رياضية هي أعلى من الاتحاد القدم وأعلى من رجنة الأولمبية وأعلى حتى من وزارة الشباب نعم أرجو من خلال خبرة يعني أخاطب بها أولادي أخواني أعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم اللي كل أعضاهم بالسبعين أو الثنين وسبعين شخص خلي يتحملون المسؤولية ويخلون مصطحة بلد نصب أعينهم وهم ما أريد الحضور السبعين أو الثنين وسبعين أعضائها العامة يعتبرون كل واحد من أدهم هم معدد يعني الشخص الواحد هو إلى دور كبير جداً فليعتبر نفسه هو رقم عادي حتى يحضر الانتخابات لا لأن هم صاحبين قرار وهم صاحبين مصطحة الأساسية والهيئة العامة ينبغي وأأمل أنه من تحضر إلى الانتخابات اللي موجودة ليس فقط للتصوير وإنما أيضاً قبل الانتخابات تبدو يوجد نظرها تناقش التقرير الإداري تناقش التقرير المالي لأن هذه الانتخابات للمعلومات فقط هي لمدة سنة وشهر نعم يعني هذه الانتخابات إذا ما تمت وانتهت المدة مهنة سنة وشهر لحصير انتخابات أخرى ونحن لا نعرف إيش تحيصير بالمستقبل ولكن نؤمن أن هذه الفترة تمشي بشكل صحيح ولهذا السبب الاتحاد الدولي إذا أخذ عقوبة رادعة نحن ننطيل حق ومن حقه لأنه كأحصائية أقولها نحن نعرف أكو 209 اتحادات وطنية من ضوية تحت لواء الاتحاد دولي كرة القدم وأقولها بمرارة 209 اتحاد وطني في العالم من ضمين تحت لواء الاتحاد دولي كرة قدم فيفا لا أعتقد مرة على أي اتحاد حتى في الدول النامية رهمة أو ترهم هيش شغلة خلال فترة شهر وستعجة الانتخابات مرتياً وهي مهددة بالموعد الجديد 31 لأن الاتحاد دولي يقول المكسيمم 31 بس هو يأمل أن يصير أيضاً قبلها وهذا ما أعمل وأتمنى أن الانتخابات تجري في موعدها حتى نبتعد عن العقوبة وبنفس الوقت السمعة التي وصلنا إلىها التي مات بمكانة كرة القدم باليام نعم طيب دكتور زينال ماذا لو تأجلت الانتخابات فعلاً ما هي العقوبات؟ بالتأكيد الآن يقول قبل عقوبات العقوبات ستكون يعني كبيرة جداً يعني عقوبات ليس سهلة نعم يعني أعتقد أنه نحن هسا نمر في مشكلة صارنا فترة معينة وننتكلم بالفضاعيات نعم وتكلمنا على قناتكم الموقرة هنا قبل فترة وإن شاء الله الفرصة تتاح أيضاً سنتلقي أكثر من اللقاء هنا على قناتكم وقناة دماز ذكرنا حالة في غاية الأهمية أنه نحن يعني نحاول جهد الإمكان وصارنا فترة نطلب من الاتحاد الدولي ونطلب من الاتحادات الأخرى ونطلب من الجهات المعنية أن نساعد العراق أن يرفع الحظ الرياضي فتصوري نحن طموحنا سريد يرفع الحظ لأننا صارنا سنين محرومين ملعب لا على يعني ملعبنا وجمهورنا مفتقد يعني حلاوة الفوز والانتصارات والمنتخب وهسا نجي نوصل بهذه المعظلة الموجودة فلح تكون كارثة لا سمح الله إذا ما صارت الانتخابات هنا نبيش حالة يعني يعني أحمل الدولة المسؤولية ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية بس أهم شي اللي أترجع مثل ما ذكرت أنا شاهد أأمل أن يكون الهيئة العامة هي صاحبة القرار لأنه الهيئة العامة هي أعلى جهة رياضية وكل شخص يدخل الانتخاب كعضو هيئة عامة خليعرف أنه هو صاحب القرار وهو صاحب المصلحة نعم طيب دكتور أين تقف الحكومة العراقية في هذا الموضوع شنو القصد دور الحكومة موقفها نعم طبعا أنا ذكرت هنا أكو صار التباسات كثيرة أي واحد تسليل يشارع يقول لان مفروض الحكومة تدخل للاتحاد الدولي نعم الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية عرفت الاتحادات الوطنية بالشكل التالي اتحادات أهلية إلها استقلاليتها وإلها قراراتها الخاصة ودائما تبعد الدولة عن التدخل بشؤونها وهذا شي صحي ولكن هذا لا يعني من ترهم أو صير هي شي أزمة معينة الدولة ما تدخل وتأخذ القرار وتتحمل المسؤولية يعني إحنا مريد الدولة بشكل علني تقول إحنا سوينا واحد اثنين ثلاثة مثل ما ذاك اليوم صارت الحالة موانتاجي للانتخابات أو يعني السبب المبرر أنه قال لو أكون انتخابات مع البرلمان ومعرف إيش بيشكل يعني حاولت الحكوم بعدين تنصلت من هذا الجانب المرفوض مو هي تتكلم إذا يصير تكلم الاتحاد الأهلي معني يقول إحنا أجل الانتخابات لأسبب الفلاني وأقولها للأمانة وبكل ثقة ورباطة جائش هناك تقاطع واسع وكبير ما بين اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب واتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية أنا أقول هاي وبألم المرفوض لازم يصير العكس لأنه هاي المؤسسات أو الجهات المعنية الثلاثة إذا ما يكون تعاون تام بيناتها ما أعتقد العملية الرياضية هتمشي بشكل صحيح واليالي سبب الموقف مع الحكومة ينبغي يعني يكون أكثر جدية وأكثر توجه لأنه هاي صارت هنا لمصلحة البلد وثقي لو لا سامح الله مصلحة الانتخابات ما لاح نشوف يعني أنا أقول العقوبة من تيم من عدة عقوبة رادعة لحد تكون ولكن الأهم عنده بدينا نضعف إحنا كنا من الدول يعني سواء بأشخاصنا تسنمنا مسؤوليات عديدة على مستوى اتحادات العربية والقارية والدولية يعني الحمد لله وشكر هاي الفترة أكو ناس تعرف يعني من نحن شنو سيرتنا هسا بدينا نضعف أحيانا من ننتقل إياهم سؤالهم دائما شنو اللي دا يحدث يا عبد القادر شنو اللي دا يحدث يا لبيت شنو دا يحدث يا هاني شنو دا يحدث يعني العالم تسأل كل الناس المعنيين الرياضين بالرياضة وهذا بدأ يضعفنا ويخجنا فأني أأمل وأطلب الدولة ينبغي أن تكون متهية من هذه اللحظة وأنا شخصيا أن أكون سعيد لو تمت الانتخابات قبل 31-35 حتى يبرهنون أنه أكو إرادة وأكو تصميم على الانتخابات حتى نبتعد عن العقوبات التي ما نتمناها إلى بلدنا وإلى رياضتنا وكرة القدم على وجه الخصوص نعم طيب دكتور زينال ما هي تدعيات قرار تأجيل الانتخابات عربيا على مستوى البطولات كخليج 22 مثلا طبيعي هو يعني مثل ما يعرف المشاهد الكريم والمستمع العزيز أنه احنا المشكلة اللي ساتح حول بطولة خليج 21 وتم نقلها كانت بالعراق وبعدها بالبحرين ومن البحرين عسى استرجاع العراق وطبعا هذا الموضوع أيضا هو يعني يعتبر السؤال قناتكم الموقرة يعني في محلة لأن هذا الجانب أيضا أخذ فضحيز ولا زال عندنا معظلة كبيرة الاتحاد العراقي اللي كرة القدم يقول احنا نشارك بها البطولة في حين وزير الشباب يطلع بتصريح يقول احنا ما نشارك بها البطولة موقف الخليج السلبي وهذا أثر بشكل مباشر طبعا احنا نحترم يكون احترام قرار الدولة في عيشة من يكون القرار مدروس ومنطقي احنا نكون ويا طبعا ولكن أنا أحشي يعني من خلال خبرتي المتواضعة الفترة الطويلة في الرياضة وكرة القدم مجل القصوص بطولات الخليج هي من البطولات اللي أشوفها يعني مهمة والعراق ينبغي أن لا يبتعد عن هذه البطولات وبنفس الوقت مع جل احترام لكافة دول الخليج العراق من شارك في أول بطولة الخليج نطع يعني زاد من أهميتها ومن مكانتها لما يتمتع بي الفريق العراقي من مستوى عالي وبنفس الوقت أنه المنافع صارت في بطولة الخليج بعد مشاركة العراق كان إلى أثر إيجابي ولهذا السبب القرار اللي صار حسا حاليا أنه هو القرار من تيم منه اللي حيكون بالسعودية ولكن صارت بس مشكلة السحبة لأنه إذا العراق مشارك هاي اللي حيترتب عليها التصنيف ما للدول اللي يسوون ترتيب الفرق المجموعة أولى مجموعة ثانية مجموعة ثالثة هاي لازم إلا الدول تحدد وبما أنه الفرق حسا لحد الآن العراق تقريبا من أعطي قرار الأخير فتريثه بالوقت الحاضر حتى يأخذون القرار وأأمن شخصيا المشاركة يعني العراق يشارك بهذه البطولة نعم مثل ما ذكرت لأهميتها لجانب الاحتكاك وهي أخذت هاي البطولة رغم أنه هاي البطولة هي غير معترب بها من قبل الاتحاد دولي ولكنه أجبرت الدول يعني تقارب الشعوب العربية بيناتها بعدين الدول اللي يصير عليها هاي البطولة بدت المنشآت الرياضية تتوسع الدولة بدت تهتم أكثر فهي لها فواد إيجابية وأنا شخصيا مع مبدأ مشاركة العراق مثل تلك البطولات يعني أولا الجوانب الاجتماعية والتربوية والأخوية إضافة إضافة أنه تساهم في عملية النهوض بالإداءة الفردي وبالإداءة الجماعية للفريق نعم طيب دكتور زينال كيف تقيم الكرة العراقية حاليا الكرة العراقية احنا بغض النظر أخذنا يعني بالأونة الأخيرة يعني مثلا ما الفريق الشباب وبعدين المشاركة الأولمبية اللي صارت طبعا احنا كلها نقدرها أي مشاركة أي بطولة حتى لو تكون بطولة وديها في سنغافورة في ميشيغان في أوروبا في قارلة أفريقيا حتى تكون بطولة وديها والعراق يشارك ويحقق بها نتيجة هذا طبعا يعني فتنفخرا نحتز بها حاليا ونحن كنا معاولين على المنتخب العراقي فيما يخص البطولة الآسيوية اللي حتجري فيه سيدني واللي نأمل أنه الفريق العراقي يظهر بالمستوى المطلوب بس بشكل عام لو أخذنا بنظر الاحتبار مو فقط الفريق نحن نقيم الفريق العراقي من الخطأ دائما نحن ننظر إلى الفريق الأول لا الفريق العراقية تكمن بالفريق الوطني الأول تكمن بالفريق الأولمبي فريق الشباب فريق الناشيين فريق الأشبال هذه البطولات كلها مرتبطة بالاتحادات القارية ومن اتحاد القاري إلى البطولات الدولية فهي مرتبطة وحدوية الأخرى الموجودة يعني طبعا نحن فقدنا فرصة مهمة السنوات اللي مضت فقدنا فرصة الوصول إلى كاس العالم وكانت مجموعتنا موذيك المجموعة الصعبة وأيضا فقدنا مسألة مهمة كان عندنا فريق أولمبي جيد كان المفروض نستفاد من عنده بس خسرنا بطولة بسبب خطأ إداري وهذا يمكن لحني جي عليها لاحقا نتكلم عنها إن شاء الله طيل الفترة اللي أنا إن شاء الله إن شاء الله سيبها وهذه الفرصة الموجودة إن شاء الله دكتور لماذا كانت فترة الثمانينات الفترة الذهبية للكرة العراقية العراق دائما يعني خزين ولاد يعني الفرق العراقية لسبب أكو وعي جماهيري وأكو وأكو حب يعني شغف للكرة القدم نعم فالفترات اللي مرت مرت بها كرة القدم العراقية أعتبرها يعني من السابق مرت فترات أكثر من جيدة بس أنا بالنسبة لي يعني على الرغم يعني تواضعاً أقولها وجودي باتحاد كرة القدم العراقية منذ عام ألف تسعمائة وسبعين وعند وسبعين وهذا فتشيء أتشرب بأنه كنا أنا هذه منذ تلك الفترة أنا باتحاد كرة القدم اللي يعتبر هو المسؤول عن آفاق تطوير اللعبة وعملية النهوض بها يعني مرنا أعتقد أفضل مستوى وصلنا إلى هو عام 1986 عندما وصل الفريق العراقي إلى كيس العالم في البطولة اللي صاد بالمكسيك عام 1986 وهذا الإنجاز كان فإنجاز مهم وإن شاء الله لحنعرج عليه أنا سأشاهد بالحلقات القادمة لأن قناتكم تستحق الاهتمام لمسا شخصياً من ريادة واهتمام بالجانب الرياضي بصورة خاصة يعني الرياضة بالعراق وهذا اللي يعني شجعني من المطار إلى هنا أنا يجي هذا من جزء من احتزاد بقناتكم الرياضية شكراً جزيلاً لك إن شاء الله ووعداً إن شاء الله لحنتكلم على هذا الجانب المهم يعني إحنا الكأس العالم مو فقط لأن احنا صعدنا الكأس العالم وإنما لحنتكلم ببعض الأمور اللي يمكن المستمع أو المشاهد الكريم ما مسامحها وأنا كنت في يعني مع زملائي في المسؤولية كيف وصعدنا إلى كأس العالم بس كل اللي أقوله إنه صعودنا إلى كأس العالم وتحقيقنا هذا الإنجاز في واد والظروف الصعبة اللي جابهتنا وإحنا تحديناها وصعدنا إلى كأس العالم هو هذا النبراس اللي نحتز بي وأنا شخصيا يعني جزء من الأخوة اللي ساهموا بصعود الفريق إلى كأس العالم فالعصر الذهب يعتبره هذا مسألة منطقية لأنه أهم إنجاز رياضي إذا نأخذ تصنيف الإنجازات في العالم هو صح أكوه على المستوى المحلي والعربي والقاري والدولي إحنا اللي وصلنا إلى 86 هو وصلنا إلى كأس العالم يحتضر أهم إنجاز وشخصيا عن هذه الفترة يعني عشتها مو فقط أمين سال الاتحاد يعني تواضعا أقوله عشتها كمدير منتخبات وطنية وعشتها كرئيس جنة فنية فكنا مع زملائي كنا يد واحدة متعاملين فعايش هذه المرحلة فأيضا بنفس ديش الفترة حققنا بطولة كأس العرب فكانت نتاعجنا جدا إيجابية في 86 ولكن هذا لا يعني أنه نفخص حق اللي قبلنا الإنجازات اللي صارت بالسبعينات ومتصة بالسبعينات نهائيا فال86 يعتبره هو الحصر الذهبي وأأمل إن شاء الله أن تكرم مثل ذلك الإنجازات على المدى البعيد نعم طيب دكتور زينة سؤال أخير ماذا يحتاج الاتحاد العراقي لإسترجاع مكانته الطبيعية في عالم الكرة لا أختصرها بكلمتين أنا سأشاهد مع مرارة الألم الأقول متى متى ما أشوف وألمس وهذا اللي أريده نعم إنه في الاتحاد العراقي اللي أغلبهم يعني زملاء أو تلاميذ كانوا أو أصدقاء وكلهم يعني يعني عيشتهم فترة طويلة اللي يعني كان مجالي ممكن في الشرطة أو في التدريب أو في الاتحاد اللي يأكلهم كل احترام التقدير أقول متى ما تشوف إنه هناك قسم من الأخوة أعضاء الاتحاد يمتلك نكران الذات ونكران الذات كلمة كبيرة هو أن يتوقف يتوقف عندما لا يستطيع العمل ولا يستطيع أن يقدم شيء ذاك لوقت أقول اتحادنا العراقي لكرة القدم بخير واللي أريد من عنده حاليا أو أطلبه كتمني لبلدي العراق والإخوان الموجودين أن يكونون بمستوى المسؤولية فالكلمة الحاسمة ثقي لح تكون بواحد وثلاثين خمسة المرارة اللي صارت هذه الفترة يجب أن الأخوة أعضاء هذه العامة يكونون بمستوى المسؤولية ويأخذون القرار الصحيح بعيد كل البعد عن الطائفية والمذهبية والعلاقات الشخصية وحملهم مسؤولية وقولهم أخواني هاي أمانة بركبتكم لأنه إذا واحد ثلاثين خمسة كان القرار وناقشت الأمور بشكل صحيح بعد سنة من تجي الانتخابات نحن سنكون بأرضية جيدة وهذا اللي أتمنى من الأخوة وأعضاء الاتحاد أن يكون بمستوى المسؤولية ومن ما يكون عندها مقدر يقول سين أو أكسب ناس هو أكثر من عندي وأنسح بأفسح المجال وهذا اللي نعمل من أخواني أعضاء الاتحاد اللي أتمنى لهم كل التوفيق بصورة خاصة للجدد اللي لحيتحملون هذه المسؤولية بهذه الظروف الصعبة نعم دكتور عبدالغادر زينال شكرا جزيلا لانضمامك لبرنامج المشهد الرياضي من الأكسان أيضا سعيد جدا بهذا اللقاء وقناتكم تستحق كل التقدير والاهتمام من جميع اللي يمتلكون الدراية بالشؤون الرياضية وإن شاء الله نكون عند حسن نظن من خلالكم يعني تحياتي إلى الأخوة المغتربين أينما كانوا وبصورة خاصة بالعراق دي ينتظرون دائما ويسألون على القناة اللي نيمن إن شاء الله تتوسع عفاقها بشكل أكثر شكرا لكم وكل الأخوة العاملين في القناة على هذه الجهود الرائعة مع تمنياتي لكم بالموفقية شكرا جزيلا لك دكتور مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي من على قناة الماس الفضائية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر